العمل من المنزل شعار جديد رفعت عدة مؤسسات وشركات أعلامية أو خاصة وحكومية في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا فللحد من الازدحام في المكاتب وحماية موظفية طبقت عدة شركات قرار للعمل من المنزل عبر الإنترنت أبرز الشركات العالمية اتخذت هذا القرار سريعا وأيضا في عالمنا العربي الوضع مختلف فتقريبا كل يوم بتعلن جهة جديدة عن اتباعها لسياسة العمل من المنزل لضمان سلامة موظفيها من عدوى الفيروس لكن إشياء الطريقة الصحيحة للعمل من المنزل وما هي مستلزماته هل فعلا الموضوع جايب نتيجة وفعالية من ناحية الإنتاج للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها ينضم إلينا من الرياض مطور الأعمال السعودي صفوان القريوتي أهلا فيك معنا صفوان يعني صراحة فكرة العمل من المنزل فكرة يعني غريبة على كثير من الناس فالتوقع الأول أنه أكيد الإنتاجية رح تكون صفر أو قريبة من الصفر إيش رأيك في هذا الكلام؟ يا هلا والله أول حاجة إحنا كنا ندوم ثمانية ساعات في العمل هل الثمانية ساعات في العمل هذه كلها شغل؟ لا نفس الشيء في البيت بالعكس ممكن الواحد يرتب ساعات العمل اللي جالس يشتغل فيها ويكون من خلال البيت ينجز بإنجاز وبكفاءة نحن لنا تجربة تقريبا أكثر من ثمان سنوات فريق عمل من عدة دول جاسين نعمل بعمل عن بعد الحمد لله بيكون كفاءة وإنتاجية وسلاسة فممكن العمل عن بعد وأنا أتوقع أن المستقبل سيكون في فرصة كبيرة جدا للعمل بعد ويصير بشكل أريح وبشكل أفضل لكل الأطراف سواء الموظفين أو سواء كشركات أو جهات دونها سفوان أكيد الموضوع برضو كمان لإيجابيات وسلبيات يعني نحن اللي نداوم في المكاتب برضو الموضوع لإيجابيات وسلبيات إيش هي إيجابيات وسلبيات العمل من المنزل أو العمل عن بعد طيب لو قلنا إيجابيات خلينا نبدأ في البداية توفير وقت الزحمة اللي انت تروح لها للدوام ولما ترجع انت من الدوام هذه أبرز إيجابية الموجودة أبرز إيجابية وأكبر إيجابية ممكن أن تكون مسافر عندك سفرة ولكن ممكن أن تستلجل استعمل ما أخذت إجازة فأنت في ومما كنت ممكن تعمل من الأشياء السلبية التي ممكن تصير أن أحياناً الشخص إذا لم يرتب وقته ولم ينظم العمل قد لا يستطيع أن يفصل بين بيته وبين التزامات الموجودة في البيت وفي العمل لذلك كمان لها حلول ولها نصايح أن الشخص يرتب نفسه قبل أن يذهب للعمل يمكن سمعته كثير ناس يضحكوا أنك تعطر قبل ما يشتغل أو غيره أي نعم في البيت لما تكون جالس في البيت أنا أنصحك أنك تضبط الجو كأنك أنت مداوم ممكن أنت تشتغل في أي مكان في البيت لكن لازم تصنع لك جو يكون محمس لك ومحفز لك أنك أنت تعمل حتى أنت تشعر براحة وبإنتاجية بشكل ممتاز أيضاً قد يكون من السلبيات أن الشخص بعض الناس لسا ما تعودت أو في البداية سيكون أن الشخص متعود أن يعمل مع مجموعة ويكون ناس حوله وممكن مباشرة يتكلم مع الشخص لكن حالياً هو جالس يعمل لحاله جالس يعمل لحاله فكل شيء له وعليه لكن بشكل عام أنا أعتقد أنه هناك إيجابيات كبيرة وممكن العمل يمشي بشكل كبير جداً في أغلب الأشياء وطبعاً يمكن يزيد الاعتماد على موضوع التقنية لأنه أكيد طبعاً في كثير ناس صاروا يعتمدوا على التليفون الآن من الذين يشتغلوا في البيت يعتمدوا على التليفون بس كمان التقنية لابد أن تلعب دور وأنا شفتك أقترحت على حسابك في تويتر عدد من التطبيقات إذا ممكن تشاركهم معنا اللي ممكن يسهلوا الأمور أهم على الأقل صحيح من أهم التطبيقات صراحة الانتقال من العمل عن بعد إلى الانتقال من العمل عن بعد إلى انتقال من العمل العادي إلى العمل عن بعد مهم أن يصير في ترتيب وتنسيق للمهام بين فريق العمل فالمدير ممكن يصنع ويضع المهام من خلال خدمة مشتركة على سبيل المثال خدمة ترلو هو موقع تقدر تشتركه فيه مجاني وممكن إذا صار لخدمات ثانية يصير باشتراكات فيكون هناك فيه المهام ترتيب المهام وإسناد المهام لكل شخص من الأشخاص من ثريق العمل يحدد له تاريخ متى ينتهي العمل يقدر هذا الشخص يرد يقدر الفريق كله يتناقش بين هذا العمل هذا أولهم ترلو ممكن يصير فيه اجتماعات أونلاين مع فريق إلى 100 شخص أكثر من 100 شخص كلنا في جلسة واحدة مع مشاركة شاشة على سبيل المثال في برنامج زوم هذا خاص للمكالمات الصوتية والفيديو وأيضا نقدر نشارك أو كل واحد منهم يشارك الشاشة الذي يوري فريق العمل إجالسي عمل وكيف جهس يتشارك فيها في برنامج أيضا جوجل درايف معروف خدمات جوجل ممكن تصير مشاركة الملفات بشكل كامل بين فريق العمل وكلهم جلسين مطلعين على كل الملفات بينهم من خلال مشاركة للجميع سوفاني يمكن بعض الناس سريعا معتبرين أن العمل من المنزل هي فرصة للهروب من المدير هل فعلا بتزيد فرصة الهروب من المدير من العمل من المنزل والله هو على حسب الشركة كيف تتعامل أو الجهة كيف تتعامل مع الموظفين زي ما قلت في البداية أحيانا الموظف هو في مكتب العمل ليس جالس ينجز ففي النهاية على حسب كيف هو يتفق مع الموظف ويقول له هل يأخذ المهمة بإنجاز المهمة أو العمل بناء على المهمة ويحدد له وقت متى ينتهي منها أو أنه بالساعات أو أنه يستطيع يركب برمجيات مراقبة كصاحب داري ممكن يركب برمجيات مراقبة للشخص أنه يعمل خلال الساعة الفلانية أنت من يومها تبدأ في الساعة الفلانية أنت تشعر أنك أنت شغال وتتابع ويقدر يشوف عليها أيها طيب ما أعتقد أنه هو وسيلة فروب واضح أنه ما في وسيلة فروب اللي بده يراغب حيلاقي طريقة يراغب فيها على العموم نحن نشكرك على هذه المشاركة كان معنا من الرياض مطور الأعمال السعودي صفوانا قريوتي شكرا لك الله يسعدك ربي شكرا لك الله يسعدك وحول الموضوع نفسه وهو العمل من المنزل أثارت نقابة الصحفيين المصريين موجة من الجدل بين منتسبيها بعد بيانها اللي أصدرتوا للوقاية من فيروس كورونا فالنقابة دعت المؤسسات الأعلامية اللي عمل الصحفيات فقط من المنزل دون الرجال وهو اللي خلق موجة غضب كبيرة وخلت الرجال يغاروا من النساء ويصفوا القرار بالمتحيز وغير العادل البيان ذكر أن النقابة بتهدف للحفاظ على صحة الزملاء والزميلات الحساسة لذا يرجى مراعاة وضع الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنزل إلكترونيا بما يساهم في تقليل الكثافة في صلاة التحرير وبما يسمح للزميلات في الوقت نفسه برعاية أبناءهن لسيما بعد ما اتخذت الحكومة قرار بتعليق الدراسة ما سيضاعف من أعباء الزميلات في رعاية الأبناء يعني النقابة أيضا افترضت أن رعاية الأبناء هي مسؤولية الأم بالدرجة الأولى وهو الشيء اللي ممكن يعتبره البعض أيضا نوع من أنواع التمييز في حق المرأة ترجمة نانسي قنقر